طيب بأمر الله هنحل دلوقتي كتاب المعاصر في الساينس المنهج تاني عددي listen one وهبدأ على طول بالvariant questions ليه على طول بدأت بالvariant questions لان هي الأسئلة أنا شايف ان هي الأسئلة اللي بتقيس نسبة الفهم بتاعتكو في الدرس يعني في مذاكرة الدرس بقى الأسئلة المقالية كلها معتمدة على انك لو ذاكرت الدرس وحفظته هتعرف تهله حتى لو انتوا بتحلوا لقيتوا أسئلة مش عارفينها ممكن ترجع للكتاب هتلاقيها موجودة بالنص في الدرس إنما الأسئلة دي اللي كويسة وبتقسنس بتلفهم ومع ذلك لو انتوا بتحلوا لقيتوا أسئلة مش عارفينها ممكن تكتبوها لي وهجمعها مع بعض وإيه وبعد كده هعمل إن شاء الله فيديو ليها هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طيب برضو في الأسئلة ديت لو قابلنا أي سؤال مقالي هنقول هو موجود فين في الكتاب وهنبدأ إيه نقوله كده أورال من غير ما نكتبه طيب عندي أول حاجة بيقول لي write the contributions of يعني الإسهامات بتاعت العلماء اللي احنا بنقول عليهم دول في الكيمستري طيب عندي مندليف عندي مندليف هكتب فيه إيه هكتب فيه أول حاجة إن هو البريديكتيبل بتاعه هو الزا فيرست ريل لازم أقوله ريل الفيرست ريل بريديكتيبل هو أول واحد عمل ريل بريديكتيبل أول واحد الأتمس بتاعته كانت ليها فعالية وكده طيب وهكتب ايه ثاني وهكتب بعد كده الـ advantage دي الـ contributions بتاعت مندليف طيب بور هكتب ايه بور هكتب في بور إن هو اللي discovered the main energy levels اللي هي K-L-M-N-O-B-Q اللي هما 7 main energy levels منذ اللي عمل ايه هكتب في ايه هكتب في ايه هكتب اول حاجة اللي هو اول واحد named term سمت term بتاع الـ atomic number على number of protons inside the nucleus طيب ريزارفورد ريزارفورد ده كان اول scientist اللي هو جي على طول بعد مندليف اكتشف discovered that nucleus contains positively charged فيها شحنات موجبة اسمها ايه اسمها الـ protons طيب تعالوا على السؤال الثاني what is the scientific principle open which the elements are arranged in يعني ايه الاساس العلمي اللي اترتب عليه او المبدأ اللي اترتب عليه المندليف periodic table قولنا الـ atomic weight طيب الموز لـ periodic table atomic number كل دي اسئلة عادية بنقولها بسرعة هاي برضو what is the scientific base open which the elements وده كتاب في السيون انت بكهو زي مدنى الـ periodic table classified الاساسات العلمي كانوا حاجتين اول حاجة الـ atomic number ثاني حاجة الـ ways of filling sub-levels energy sub-levels with electrons طيب mention the advantage and the disadvantage of مندليف periodic table دي عندي بالنص في الكتاب طيب عندي بقى نبدأ the elements y-17 is from the elements of the periodic tables find عايز اول حاجة الـ electronic distribution طيب اللي هو التوزيع الـ electronic او ممكن يقول electronic configuration طيب عندي الـ element هو y-17 نبدأ نشتغل عليه طيب هنكتب كده الـ element y-17 بعدين نكتب الـ electronic عندي ادي k l-m طيب فعندي k situation بيحصل situation او تشبع كم electron يبقى 2 l-8 m-18 بس احنا بنعمله هنا 8 طيب يبقى عندي 2 وبعدين 8 يبقى كده 10 باقي كم من 17 باقي 7 يبقى 7 يبقى هو ده الـ electronic configuration بعمله ازاي بحطه شوف الـ energy levels كل energy levels بتاخد كم electron لغاية ما اوصل الـ atomic number اللي عندي اللي هو 17 يبقى 287 طيب ايه ثاني عايز it's group number طيب group numbers بجيبه منين بشوف الـ outer muscle اللي هو اخر energy level اللي انا عامله وبشوف النمبر بتاعه وبكتب كده 7 A ده الـ traditional number اللي هو group number بتاع الـ A بتاع الـ element ده طيب لو قل المodern number هيبقى 17 ماشي كده طيب هو 7 A ولا 7 B ما انا عندي فيه letters في المodern periodic table فيه عندي A و B اولا الـ configuration اللي بناخده ده او classification بتاع الـ group و الـ period ده ما بناخدهش غير للـ A للـ letter A ماشي كده طيب وعندي هيبقى المodern number بتاعه 17 طيب it's period number بعرف الـ period number بتاعه هو فيه كام energy level انا عملتهم 1 2 3 ويبقى period 3 ماشي كده طيب اللي بعده you have three elements x 12 y 4 z 20 they are located in the same group موجودين في السم group معناه ايه ان هما موجودين في السم group يعني اكيد الاوتر مست فيهم ليهم نفس الـ electrons في الاوتر مست هنلاقي مثلا وهو بالضبط ده اللي هنلاقيين الاوتر مست في كل واحد فيه فيه 2 electrons هنعرف دلوقتي determine each of the following giving reason for your answer وقدي اجابة اول حاجة number of the group number of the group هو بيقول ليهم نفس السم group فاكيد كلهم هيطلع عليهم ايه نفس الـ number بتاع الجروب طيب هنعمل اي electron configuration لأي واحد فيهم يعني مثلا ده اللي هو 12 2 8 هيبقى 2 ماشي كده هيبقى الجروب اللي هو 2A نجرب طب نتأكد من الـ element اللي بعده هيبقى 2 وهنا برضو فيه 2 صح كده برضو هو 2A اهو طيب الـ element التالت هيبقى 2 8 ماشي كده 8 وبعدين كده ايه 2 صح كده برضو 2A ماشي طيب يبقى انا عندي الـ number of فين determine each of the following giving a reason for your answer number of group هنقول 2A طب give reason because they have two electrons in the outermost energy level طيب in which blocks are they located في انهي بلوك طيب هو 2A ده في انهي بلوك هنلاقي ان في البلوك اللي هو اس اللي هو في 1A و 2A يعني انا عندي اللي هو بلوك اس ده في 1A و 2A فهو بيقول 2A فهو موجود في بلوك اس طيب the element that lays in the third period انهي element فيهم موجود في الثيرت بريود طيب انا بعرف البرود انهي لسه عالين من number of energy levels انهي واحد فيهم فيه 3 energy levels اللي هو ده اللي هو ايه؟ يبقى the element that lays in the third period يبقى عندي the element اللي هو X12 طيب هي بقى الاسئلة بتاعة الvariant solution بتبقى جميلة في كده ان هي بتقيس نسبة فهمك ونسبة شغلك في الدرسة you have three elements x, y, z of atomic numbers 12, 13, 14 respectively بالترتيب يعني answer the following جايوا اكسبلين زير electronic distribution distribution أو configuration نفس الحاجة طيب هروح هنا برضو عامل electronic configuration configuration أو distribution مثلا 12, 282 283 اللي هو ال13 283 الثانية 284 ماشي كده؟ طيب عايز ايه تاني؟ ده طبعا الenergy levels dklm 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 determine zero position in the modern periodic table يعني zero position يعني zero positions امكنهم يعني عايزنا اقول هي في group انهي group وانهي period طيب تعال على المنت الاولانية هنقول في group 2a وperiod كان period 3 group 2a عشان الاوتر مست فيه two electrons فهيبقى 2a طيب كان period 1 2 3 period 3 ده برضو group 3a period period 3 طيب group 4a period 3 لو قال لي برضو determine مثلا زى زى ايه؟ زى بلوك يعني ده موجود فين؟ فهقول له ده في بلوك اس اللي هو 1a و 2a موجودين في اس واللي هو 3a ده موجود في بي و 4a برضو موجود في بي طيب اهو سألنا هو انو اتش بلوك اتش اف زيم از لوكيتد فهقول له برضو الاولاني ده في اس طيب the element y is located the element y موجود فين؟ في ال modern periodic table انا هشوف هو موجود فين؟ لو هو مثلا فيه قبل ما نرجع كده لو هو في اس في بلوك اس يبقى في left side لو هو في بيه يبقى في right side طيب لو هو في دي يبقى في الميدل تعال نشوف y عندي فين y y اللي هو اللي هو تاني واحد دوت احنا قلنا هيبقى موجود في بيه يبقى في ال a في right side طيب امونوفيلانت metallic 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 element is located in the periodic table its nucleus contain 12 neutrons موجود فيها 12 neutrons مش قال لي بروتونز ولا قال لي يعني مثلا لو كان قال لي number of بروتونز مثلا كان قال لي 12 فاعرف كده ان الاتوميك number بتاعتها 12 مش كده لكن هو ما قال ليش number of بروتونز ده قال لي number of neutrons فهو هو اول سؤال بيقول لي عايز الاتوميك number طب انا اجيب الاتوميك number ازاي طيب اولا عايزين نعرف حاجة الميثاليك دوت هو الاوترمست هتلاقي فيه one electron الاوترمست اللي هو ده يعني مثلا لو هو ايا كان لو هو ايا كان الاتوميك number فهتلاقي طالما هو متاليك فهتلاقي one or two or three مش كده؟ يعني واحد او اثنين او ثلاثة اليكترونات ده لو هو ايه متاليك هو بيقول لي متاليك فاكيد الاوترمست فيه اما واحد فيه اما اثنين فيه اما ثلاثة طب ما انا مش عارف واحد ولا اثنين ولا ثلاثة تعال نشوف بيقول لي ان هو مونوفيلنت مونوفيلنت يعني اوحادي التكافؤ يعني ايه اوحادي التكافؤ يعني اما هو لوس one electron بيخسر الكترون او بيكسب الكترون مش كده الكترون واحد بس الكترون واحد بس بيخسره او يكسبه فبالتالي هنقول كده يعني مثلا لو انا لسه ما قررتش متاليك دي وقلت ان هي مونوفيلنت فانا كده هعرف هتأكد ان الاوترمست اما فيه واحد بحيث يخسر واحد اما فيه كام سيفن سبعة بحيث يكسب واحد ماشي كده طب هو في واحد ولا سبعة ما احنا خلاص بقى عرفنا ان هو متاليك يبقى اكيد فيه واحد بس فلسه فدتوا من الكلمتين دول اول حاجة مونوفيلنت يعني اما الاوترمست فيه واحد او سبعة طيب واحد ولا سبعة قال لي متاليك طالما متاليك يبقى اما واحد اتنين ثلاثة يبقى واحد ماشي كده فطيب نجيب بقى الاتوميك نمبر بتاعه ازاي هو قال انه هو موجود في السيرت بريود يعني هرسم ثلاثة انرجي ليفلس طيب قال انه هو مونوفيلنت وقال انه هو متاليك مونوفيلنت يعني اما هيخسر واحد يكسب واحد طيب متاليك يعني واحد او اتنين او ثلاثة فبالتاله يبقى موجود فيه واحد طاب ليه مش اتنين ليه مش تلاتة عشان من هو مونو عشان هو اقوحادي مش ثلاثة طيب هنقول اه تاني طيب عايزين بقى نجيب الاتوميك نمبر خلاص ده واحد طيب وقادي كيva وقادي طيب كي بياخد 2 وقادي بياخد اه اه ايت يبقى 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 الاتوميك نمبر بتاعها يبقى 11 ماشي يبقى الاتوميك نمبر بتاعه 11 طب هو عايز تاني حاجة الماس نمبر أو يعني كأنه بيقولي الأتوميك ويت طيب أجيبه إزاي الماس نمبر دوت أجيبه إزاي أنا عندي الماس نمبر ناقص مينس الأتوميك نمبر يديني نمبر أوف نيوترونز هنعمل كده بقى على طبقه ماشي كده طيب فأنا عندي الماس نمبر أنا عاوزها هنكتبها هنا أنا عندي الماس نمبر أنا عاوز الماس نمبر ناقص الأتوميك نمبر مينس الأتوميك نمبر عندي بكام لسه جايبه بـ 11 طيب بتساوي النمبر أوف نيوترونز اللي هو مدهالي بقى في المسألة في الأول يبقى اللي هي 12 طيب وبالتالي الماس نمبر أعمل إيه بقى هقول كده أودي 12 في الناحية التانية بالبوزيتف بقى بعكس إشارتها يعني يبقى 12 بلس 11 هتديني 23 ماشي كده طيب يبقى عندي 23 سؤال جميل طيب determine in which block it is located هو في أنهي بلوك الألمنت ده ما أنا لسه عامل configuration فهو أول حاجة هقول إنه هو في جروب 1A ماشي كده لو سألني يعني وفي period 3 طيب طيب هو 1A دوت في أنهي بلوك في بلوك اس يبقى عندي قادي بلوك اس طيب إتس جروب نمبر قلنا وان ايه لسه أيلنها لو قل إتس مودرن جروب نمبر لو قل الرقم الحديث هقوله إيه هقوله واحد طيب 2A الرقم الحديث ليه 2 3A الرقم الحديث ليه 13 ماشي كده طيب اللي بعده بيقول لي study the following figures then answer the following questions in the opposite table apart of Mandelief periodic table or يعني بيقول لي إن الperiodic table اللي عندك دوت أو الجزء اللي عندك ده هو جزء من الperiodic table بتاع Mandelief ولا مزلي طيب Mandelief عندي حلين عندي قلنا إيه حلين طيب إيه هم الحلين أولا عندك في لو خدت بالك الليسيوم لو أنت حافظ الليسيوم الاتوميك نمبر بتاعه 3 فاستحال دايب الاتوميك نمبر فهتلاقي ده الاتوميك ويد طيب هو مين اللي كان عامل الارنج بتاعه على أساس الارنج منت بتاعه على أساس الاتوميك ويد كان Mandelief فكده دي أول حاجة تعرفني إنه إيه إنه ده Mandelief periodic table طيب تاني حاجة الاتوميك نمبر اللي هو بتاع مزلي يعني كان integer عدد صحيح بص عندي 9 و4 من 10 وعندي هو بتاع موزلي لإنه هو مش انتجر المفروض بتاع موزلي كله انتجر ماشي كده فيبقى أنا عرفت منين إنه هو ده Mandelief أول حاجة عرفت إنه دول أصلا النمبر of atomic weight atomic weight طيب أنا مش حافظ الاتوميك ويد طيب أنا بقى خدت في الموديفكيشنز بتاعت بتاعت موزلي أول حاجة فيها إنه هو عمل arrangement الالمس according to الاتوميك نمبر which aware each element increase كل element بيزيد عن الالمنت اللي قابله بمقدار إيه واحد بمقدار واحد صحيح اللي هو إيه الاتوميك نمبر بيزيد بمقدار واحد صحيح واحد صحيح فمش هلاقي مش هلاقي المفروض ده في موزلي خالص فيبقى عندي ده إيه هيبقى عندي ده Mandelief هو Give Reason عرفنا هو طيب بيقولي the following figure shows the electronic configuration of elements of a certain period in the modern periodic table طيب بيوريني التوزيع بتاع شوية عناصر في المودرن periodic table طيب هو عايز إيه بقى what is the number of this period Give Reason دي كام فيه كام هنا what is the number of this period دي أنهي period ما هدي period 3 طيب عرفت منين period 3 ما أنا عندي دي 3 energy levels خلي بالكوا الشكل ده اللي هو ده اللي هو الشكل اللي عندي في السؤال ده ده كده اللي هو energy level اللي هو K وده energy level اللي هو L وده energy level اللي هو M فدي نفس الرسمة دي K L M هي نفسيه ماشي كده طيب فأنا كده هو فيه ده ده because of number of energy levels R3 which indicates the number of period التي تشير إلى عدد الدورات طيب what is the number of group of each of the following elements بيقول لي عايز الجروب بتاع الإلمنس دي الماغنيسيوم السلفر الأرجون طيب الماغنيسيوم دوت اللي هو فين اللي هو هو الأتوميك نمبر بتاعه كامل أتوميك نمبر بتاعه 12 فأعمل له الاليكتر configuration 2 8 2 فهو بيقول لي عايز إيه بقى عايز الجروب فالجروب هنا كده 2 A ماشي طيب غيره السلفر اللي هو السلفر اللي هو الاس اللي هو الاس طيب الاس عندي برضو الأتوميك نمبر بتاعه 16 فهي بقى عندي 2 طيب ما نقول على طول من هنا 6 A ودي فين الماغنيسيوم هنقول 2 A هو من الأوترموس مش أنا ببص على الأوترموس طيب الأرجون فين الأرجون أهو عندي هنا في 8 إلكترون فهو دي أنهي جروب ده 0 جروب ماشي كده اللي هو أنا بعرف 0 جروب إزاي اللي بلاقي إن الأوترموس ده كله إلكترونيات مشبع في 8 إلكترون ماشي كده معادة في element واحد اللي هو اللي هو الهيليم اللي هو الهيليم تقريبا اللي هو الاتوميك نمبر بتاعه 2 ماشي كده فهتلاقي إن الأوترموس اللي هو أصلا الهيليم يعني هنكتبها كده الهيليم الوحيد اللي هو يعتبر من الهيليم بس الأوترموس ما فيه 8 فيه 2 بس لإيه لأن الاتوميك نمبر بتاعه 2 متشبع بالإلكترون آخر اللي هو الكي مش الكي آخر بياخد 2 إلكترون بس طيب يبقى هو كده مملي بالإلكترونات فعرف إن هو inner gas ماشي كده طيب الأرجون خلاص قلنا does this period contain an element from deep block give reason هل ال هل ايه هل البريود ديت فيها أي elements من deep block ولا ولا لا و give reason طيب هنقول له لأ طيب لأ ليه لأن إحنا لو بصنا على البريود table هنعرف إنه بيبدأ ديت بلوك بتبدأ من period 4 أول حاجة لها period 4 وانا عندي period 3 فهنقول له no because transition elements from deep block starts by بتبدأ بواسطة أو تبدأ in period 4 طيب from this period determined elements of s block عايز element الموجودة في s هي element الموجودة في s اللي فيها group 1a 2a فشوف هنا يبقى هنا 1a 2a يبقى المنت group block s 1a 2a 1a 2a 3a 3a لا ده موجود في b b b b b b b b b g b g g b b b b the opposite figure represents one of the periods of the periods of the modern periodic table what is the number of this period dn period dn period table طب لو رجعنا بصينا على modern periodic table هنلاقي سنجد ان البرئيود اللي فيها 8 elements موجودة في مكانين بريود 2 و بريود 3 سنجد ان نظر على بريود 2 بريود 2 سنجد فيها 8 elements و بريود 3 نفس الكلام فيها 8 elements هل نعرف بريود 2 أو بريود 3؟ تعال بقى نشوف نعرفها بطريقة أسهل خالص نحن نجي على ال element اللي هو دهولي ال element اللي هو دهولي دوت و نعمله مدين الاتوميك نمبر بتاعه فطب نعمله ال الالكترونيك كنتربيوشن أو ديستربيوشن طيب اللي هو 2 4 ماشي كده طيب يبقى فيه كم بريود هنا فيه 2 يبقى دي بريود 2 ماشي كده فيه كم انرجي ليفل فيه يبقى دي بريود 2 طيب ايه ثاني what is the number of group of element b بي دوت موجود في انهي جروب طيب هنعرف منين هو موجود في بريود 2 عرفنا طيب موجود في انهي جروب هو بالشكل كده جروب 2 ايه طب اعرفها منين نبص كده مش دي بريود يعني معنى كده ان الاليمنت ده ده 6 صح كده ده 5 مش البريد في البريد و احنا ماشيين بنزود واحد كل ما احنا ماشيين من الليفت للرايت طيب يبقى ده 4 يبقى ده 3 طيب اروح رايح له كده واقول بي فور يعني 2 اهو 2 ماشي كده يبقى هو موجود في انهي جروب في جروب 2 ايه اعرفها منين اعرفها كده الثاني حاجة هي بمجرد الشكل كده اعرفها انها في الثاني جروب اللو هو جروب 2 ايه واس high atomic number of element ح ده 4 kto eliminate element الي بعد elment ايهه في نفس الجروب يعني اللو هو به لا هو بيقولي فنفس الجروب كده في نفس البريد فنفس الجروب يعني ما كانوا هنا كده يعني طيب احنها ازاي عندي حالين اول حاجة انا خد ان دلوقتي لو عندي element الموجودة في el pane في el pane فكل element بيزيد عن اللي بعده لا يقول ذات فولوس يعني اللي يقع له على طول فلو ده تلاتة نزود ثمانية على طول هيبقى ضاحداشر ماشي كده ادي طريقة معادة حاجة واحدة بس ما مش مش بتمشي طبعا القعدة اللي هي الهايدروجين اللي اول اللي بعديه على طول اللي سيام طلاتة دول العنصرين اللي بيمشي ما بيمشيش عليهم القعدة غير كده لغاية بيريود فور بيمشي عليهم القعدة فادي ستري يبقى اللي بعديه على طول طيب intox. طيب طيب لو عايز بقى اعملها بردو بنفس الطريقة دي ات لو انا بقى خايف انه يكون هو الايسيام والهايد هو هيدروجين اعمل ايه? انا عندي دوة 올ناه اطومك نامبر بتاعه قلنا 3. يبقى الconfiguration بتاعه 2.1. ماشي كده يبقى هو في group 1 طيب. فبريد كم. فبريد 2. في بريد اه طو. يبقى اللي بعديه دا فبريد كم. في بريد ثري. صحي كده? ماهوا قد يبريد 2. يبقى اللي جروب هو في جروب وان اي يعني هنا وان الكترون ماشي كده وبالتالي بقى لما اجعل الالكترونيك كونفيجوريشن هيبقى دي اتنين ودي تمانية يبقى تنين وتمانية عشر وواحد حداشر هيبقى عندي كان حداشر الكترون اللي هو بنفس الطريقة اللي قناه اسهل طريقة ان انا شوف هموا دلوقتي موجود ما عرف نفس المسلا يبقى اللي بعديه هيزيد عن واحد تم موجود ما عرف نفس الجروب يبقى اللي بعديها هيزيد عن 11 طيب what is the block of element c فين element c اهو بيقول لي موجود في انهي بلوك طيب هو انا اعرف موجود في انهي بلوك ازاي والله لو لقيته في جروب وان اي او تو اي اعرف ان في جروب اس في بلوك اس طيب لو لقيته من اول سري اي لغاية سيفن اي او اي 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 او اي اي كمان اعرف انه في الاي في بلوك بي طيب لو لقيته من اول سري بي واصلا مش هلاقيه كده لان انا ما خدش اي configuration لأي element موجود في بي دلوقتي هيبقى اعرف انه هو في بلوك دي طيب نعمل نعمله الايه electronic configuration يبقى هيطلع اتنين اه خمسة يبقى ثلاثة ماشي كده يبقى هو في جروب اي في جروب سري اي جروب سري اي ده موجود فين يبقى في بلوك بي طيب what is the type of element z طيب بيسألني what is the type طيب نوع نوع بتاع المنت زد طيب هو المنت زد تعال كده نشوف خمسة ستة سبعة تمانية الايه المنت اي اي كان مثلا اي مثلا بي مثلا تمانية وي تسعة زد عشرة تعال كده نعمله configuration يبقى ثلاثة تمانية ماشي كده وبالتالي هو كام اه في ايه electronic يبقى هو في ال zero group صحي كده طيب ايه المنت عرفت من انه في الزيرو جروب ما احنا قلنا هو بقى لما نلاقي الاوتر مست في فيلد ويز الكترونز او فيه ثمن الكترونات او يعني فيلد طبعا بيعتبار ان الهيليام موجود فيه اتنين برضو وانرت نعرف ان الانتدوت من النوبل جاز وموجود في الزيرو جروب يبقى انا الطيب هنكتب كده انرت جازز او نوبل جازز طيب what is the valency of element y فننسي قلنا اللي هو قلناها فوق فين التكافؤ فين فين السؤال اللي كان مونو فيلند اهو التكافؤ يعني تكافؤ احادي ولا سنائي ولا ايه طب اعرف منين اشوف والله لو الاوتر مست في واحد او في سبعة يبقى احادي التكافؤ في اتنين او ستة يبقى سنائي وهكذا طيب اهو فين y وهو في كام الالكترون فيه في كام اتوميك نومبر فيه تسعة فيبقى اتنين سبعة صحي كده فلاقيه هو كده يعني ده هيعمل هيعمل جين هيكسب الالكترون فهيبقى ايون سالب ماشي المهم مش مهم الكلام ده كل المهمة هو اوحادي ولا سنائي هو مش هيكسب الالكترون واحد بس يبقى اوحادي يبقى نكتب كده منو فيلند طيب look at the opposite figure which presents a part of the periodic table then answer وبعدين جاوب what are the names of elements blocks ده في الستوريان تبقى خلي بالكم indicates by letter x y and z x y و z ده بيقول لي ايه بقى ال blocks ماشي كده احنا قلنا اللي هو 1a و 2a ده موجودين فيه block s يبقى ده s و a d دوات d و a d p طيب ايه تاني what is the number of groups of h blocks number of groups عدد الجروبس ده فيه two groups وده six groups يبقى بقى من 18 كام بقى عشرة يبقى ده فيه ten groups ماشي كده طيب what is the modern new number of zero groups and group seven a الزيرو جروب اللي هو اللي هو الترادشنال بتاعه ايه 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 الزيرو جروب ال new number بتاعه اللي هو ايه ايه اتين ما هو اخر اخر جروب وانا عندي فيه كام جروب في ال modern periodic table عندي اتين يبقى هو اخر جروب يبقى هو جروب نمبر اتين طيب والسبن ايه هيبقى عندي كام اللي قابليه على طول هيبقى عندي 70 طيب studies the opposite figures that shows the electron configuration of an element x in the modern periodic table ماشي ال element اللي بعد ال element اللي انا شايفه ده ماشي كده لو في نفس ال period ولو في نفس الجروب هنقول بسرعة هو لو في نفس ال period يبقى ال element اللي بعضيه على طول زايد عنه بواحد في ال atomic weight يعني لو ده مثلا باربعة التاني هيبقى بخمسة لو ده بخمسة التاني هيبقى بستة وهكذا طيب في السيم جروب برضو هيبقى زايد عنه بكام بتمانية لو ده ربعة يبقى التاني هيبقى باثناشر وهكذا طيب احنا الاول نشوف الاتوميك نمبر بتاع ده عندي في ال k في 2 electrons هوا مش قلنا بقى ده k وده ال l في ال k في 2 electrons وفي ال l في 2 electrons وبالتالي الاتوميك نمبر بتاعه أربع طيب لو في السيم بريد قلنا هيزيد عنه بواحد يبقى في السيم بريد ال element اللي بعد هيبقى بخمسة طيب لو في السيم جروب يبقى يعني لو ماشي كده ده هيبقى بخمسة في السيم بريد لو ماشي كده في الجروب ده هيبقى بكام باثناشر لأنني بزود تمانية على طول طبعاً ارجعوا للسؤال اللي ورده ويعرفوا لو عايزين نجيبها بطريقة تانية اللي هي ايه الطريقة التانية نقولها بسرعة ان احنا نقول انه دوت في جروب هو فيه كم إلكترون في الأوتر موسي فيه اتنين يبقى ده في جروب تو اي ماشي كده طيب طيب فبعديه بنفس ال هو في نفس الجروب بس مش في نفس البرئي يعني مثلاً هوا هنعملها هوا عشان بردو نعرفها اللي عايز يشتغل عليه ادي تو الكترونز و ادي تو الكترونز انا عندي الالمنت ده في جروب تو اي ماشي كده وفي بريد تو الالمنت اللي بعديه في نفس الجروب هيبقى برضو في جروب تو اي بس في بريد سري لانهو لو هو بعديه كده اهو فهو كده بدأ بريد جديد اهو صح يبقى في بريد سري طيب يبقى هعمل الالكترون كنفجوريشن ازاي لو في نفس ال هوانا بقول في نفس الجروب ماشي هيبقى هو في جروب تو اي مثله فهتب هنا 2 يبقى 2 8 2 يبقى 2 8 2 بكام ب 12 نقولها ثاني عشان اللغبطة ديت احنا قلنا هو هو في نفس الجروف فبالتالي هعمل الاوتر موس ب 2 طيب هو في نفس البريد لا هو بعديه في بريد بعديه طيب يبقى كيد في البريد سري فهعمل سري انرجي ليبلز وحط دي 2 وعمل بقية الكونفجراشن 2 8 2 يبقى ب 12 طيب انا كنت بقول دي طيب use the represented figure هو الشكل اللي تحت ده اللي هو ده طيب which the electron configuration of an element to answer the following what is the location of this element in the periodic table فانهي بريد وانهي جروب اولا بريد 2 لاني فيه 2 energy levels يبقى بريد 2 انا هقول بسرعة عشان وقت الفيديو بريد 2 طيب فانهي بقى جروب هعد 1 2 3 4 5 6 يبقى في جروب 6A ماشي كده اهو 1 2 3 4 5 اهو 1 2 3 4 5 6 مش ده الاوتر مست بشوف الاكترونز الفيديو يبقى 6A طيب فانهي بريد اعد الانيرجي ليبلز 1 2 يبقى 2 انيرجي ليبلز بريد 2 جروب 6A what is the block of this element هو في الجروب قولنا 2A يبقى البلوك بتاعه S لان S في 1A و 2A طيب the element is located in the same group with the modern and periodic table يعني ايه ال element اللي موجود معي في نفس الجروب طيب انا بقول هي دي كام تمانية انا بقول هيطلع ال S 16 ده طيب ليه؟ لان انا المفروض بزود تمانية مش في نفس الجروب بزود تمانية طيب تعالى مثلا نزود طيب تعالى تشوف بين الخمسة والتمانية كده انا زودت تمانية لا ازودت تلتها فاستحله يكونوا مع بعض في نفس الجروب الطيب تعالى الثمانية و 16 ايوا زودت تمانية فده ينفع طيب تعالى! الدمانية مش كده! زود بعديها تمانية procure 26 محدود بعدها تمانية وتبقى 24 حسب استحله التسعتشر تبقى موجودة وهكذا العشرة، الخمسة يا سي ! الخمسة مختلف date الثمانية ده زود 8 هيبقى اول واحد بعده ب 16 استحله يبقى ب 10 ليتسا كده فلا ده ينفع ولا ده ينفع ولا ده ينفع طب انا لا انا خايف مش هعرف اعملها طب اتأكد منها ازاي اقول ايه هو اعمل configuration لكل واحدة هو واشوف ايه الالكترون في الاوترمست متشابه معاه هتلاقي ده 2 3 ده 2 8 6 صحي كده ده 2 ده كان 19 8 8 1 ده 2 8 ده ايه بقى بتاعي بقى اللي انا اصلا بقيس عليه 2 6 صحي كده فايه اللي نفس البتاع اهو 6 و 6 اهو عرفت كده يعني انا ابقى عارفها برضه او ذنها بعقلي كده the following table represents apart of the modern periodic table answer the following equation جاوب على الاسئلة القتية write the letters of elements which is او are among transition elements يعني هو عاوز ايه يعني لا يعني عايزنا شوف ايه الحروف اللي من دية ال x وال m وال n وال y وال z وال g اللي منهم في transition هو transition ديت اللي هي انهي elements اللي هي اللي موجودة في البلوك دي اللي هي هنا كده يبقى عندي add in هو الوحيد اللي موجود في البلوك دي صح طب located in period 3 and group 6a period 3 اروح ادي period 1 period 2 period 3 طيب group 6a ده 1a 2a 3a 4a 5a 6a يبقى اللي هو زد يبقى ثاني period 3 واحد اتنين ثلاثة group 6a 1a 2a 3a 4a 5a 6a طيب among among noble gazes في النوبل جازس النوبل جازس هنا صحي كده يبقى g طيب consider among s block يعتبر من s block s block اللي هو عندي ده وده اللي اتنين دول صحي كده 1a وال2a فعندي ال x وعندي ال m وعندي ايه ده ده 11 لا يبقى عند ال x وعندي ال m طيب consider among b block موجود في ال b block اللي هو ده مش ادي هنكتبه ادي s اللي هما دول و ادي d و ادي p ماشي كده فb block اللي هو ده وده وده كل ده b block يبقى ال y والزد طيب the letter y represents anhy element letter y فين letter y اهو anhy element طيب f9 q8 mg12 n7 هو اكيد مش عايز نحفظ يعني انه u موجود فين هنا ولا mg موجود فين هنا لا ما انا في ال period ببدأ ازود واحد يعني 3 4 5 6 7 ماشي كده فعندي camp 7 n7 طيب the letter m represent anhy element وهكذا برضو فين letter m letter m اعرف ازاي بطريقتين قديت 19 فبعد كده في ال period يبقى 20 19 20 منت كل ما انت ماشي كده في ال period بتزود واحد يبقى كده 20 او 12 مش في نفس الجروب اهو زود 8 12 8 قديت 20 فهمنا كده في نفس ال period بنزود في نفس ال period اهي بنزود واحد او في نفس الجروب يا سيدي 12 زود كام 8 يبقى 20 يا رب بس وقت الفيديو يكفي بقيت الاسئلة زي element n is located n anhy block فين n فين n مش شايف او ان هو موجود في anhy block قلنا في d block طيب what is the atomic number of elements n and g عايز الاتوميك نمبر بتاع n و g طيب ما الان 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 هو اصلا لسه قالب 7 بس تعال نشوف الاتوميك نمبر هو قالب 7 ازاي ولا لأ الان ده اللي هو النيتروجين ان الان ده هو رمز من عنده طيب هو ده طبعا مش الان ده مش الان اللي هو النيتروجين ده رمز زي اكس ام ان ز وي وهكذا طيب بنقول ايه بقى الاتوميك نمبر بتاع الان طيب اعرف من الاتوميك نمبر ادي عام 19 21 21 23 24 24 يبقى بكام ب18 24 و18 يبقى الان 24 24 ويجيب 18 طيب ايه ثاني the figure shows a section of the modern periodic answer the following questions mention two elements located in قولي اثنين المنت موجودين في الSIM period الSIM period ما هي هاته period هي period one two three four period four اللي هو ب و طيب the same group a b a c two different periods اثنين موجودين في different periods عندي ايه اهو موجود في period دي و c موجود في period دي فمنقول اما a b two different periods او c برضو صحيح كده طيب what is the atomic number of the element b الاتomic number بتاعه طب انا اعرف منين هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ادي هو في group one a يبقى الاوتر موس في elektron واحد طيب هو period cam 1 2 3 4 يبقى في 4 energy level 1 2 3 4 2 8 8 1 2 8 10 10 8 18 18 1 19 19 19 what is the block of element c element c موجود في block block d لأن دوان a to a block s and block d block طبعا احد يمكن يقول لي ليه 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 block بسم الله block block b block block b block 1 v block d block d it is group a group ليس مديني بجروب طيب تعال نشوف ما هلأتومك نمر بتاع بي قولنا 19 19 21 ماشي كده 21 يبقى 2 8 8 كام 2 8 8 4 ماشي كده طيب فليه ده مش ليه دوت مش ليه دوت مش بلاك بي مسلا هو السبب الوحيد يعني انه دف بلوك دي انه مش فاصل مابين البي puisse فاصل مابين البلوك اس والبلوك دي يعني مش عامل كده مش عامل كده هنا كان فاصل مابين الا والبي اليها πي المابين والبلياء حالي وا وا وفي البلوك بتاع بي فاصل مابين ه هأه ماشي كده طيب فداعنده هيبقى في بلوك دي لغاية ما نشوف سبب تاني يكون مقنع اكتر يعني طي which of the following graphs represents the relation between the number of electrons in the outer most energy level and the group number through the third period in the modern predictable and why انهي graph بيمثل العلاقة ما بين عدد الالكترونيات والاوترموست energy level عدد الالكترونيات والاوترموست لا ده عدد الالكترونيات في الاوترموست energy levels والجروب number ايه العلاقة؟ العلاقة ان لما كل ما تزيد عدد الالكترونيات والاوترموست energy levels كل ما تزيد عدد الالكترونيات في الاوترموست والجروبHN Sauber طيب أولاً العدد الأوثيروناتRea cheapest اللي هو ده مثلاً 3 و JESSae Rider كل ما بيزيد الشرط prest G اللي موجودةP كل ما الجروب بيكبر يعني لو عدد الأوثيرونات 2 é быقة كام لو coll вони société 2 جروب هيبقة كام، هيبقى 2 لو الدهية العدد الأوثيرونات 3 يبقى الجروب هيبقة 3 A incluso 7 GRU 7 A كل ما ده يزيد ده يزيد طيب تعال ندور على علاقة ترضية بينهم اللي هي دي دي علاقة تناقصية واحدة بتزيد واحدة بتقل دي بتقل بعدين بتزيد دي بتزيد دي سبتة ما بتتغيرش ودي استحالة يعني احنا كل ده ما ده بيزيد ده بيزيد ماشي كده طيب creative thinking imagine a new form of classification of elements ده سؤال السودان ينتبك فنقوله برضو a new form of classification of elements which atomic number range between one two such that each group contain similar elements كل group فيها similar elements هو بيقول لي اعمل انت اخترع predict table يكون فيه 20 element بس صح كده ايوه يكون فيه 20 element بس ال element بتاعتك من 1 ل20 فاحنا هنعمل ايه احنا هنتخيل مثلا ان العشرين element دي هو عدد الحروف كام 26 ولا كام المهم x y a b c d e f g h ونرتبها من 1 لغاية 20 طيب وبعد كده نعمل ايه بعد كده نكتب احنا برضو يعني هنعمل كده مثلا نكتب مثلا كده ان ال a a b c d احنا هنعمله زي ال project table يعني مثلا اول اول جروب فيه ادي واحد اتنين السؤال ده مش مهم خالص يعني ولا اي حاجة لان مش عايزك طيب هنعمل كده زي ما بريدك تيبل عامل ماشي كده وهنا في 6 اه كام 6 اه وهنبدأ نرتب elements مثلا بحيث نرتبها هنا x لو حطينا 1 هنحط هنا 1 زي 7 كام 1 زي 8 هنحط هنا 9 ماشي كده ولا نعمله زي ال بريدك تيبل بالزبط يعني واحد هنحط 3 والتلاتة هنحط 11 وبعد كده 18 هنقف لغاية هنا ما انت مش هتكمل اي بريد تانية لانك انت مش عندك elements مش عندك غير 20 elements ماشي كده ولما تمشي كده ادي واحد تسمي ده 2 هتسمي ده 3 يبقى 4 ال element الاتوميك نمر بتاعها 4 وهكذا تكمل بقى المهم تعمل 20 خانة فيها 20 elements ولو بقى هو بيقول لك تفكير ابداعي المفروض ان انت تعمل مثلا على كل element مثلا ايه مثلا تقول melting point انت بتاعته كذا ال boiling point انت بتاعته كذا احنا وصلنا 40 ديئة وبعدين ترتب العناصر برضو بحيث تبقى ال properties او similarity موجودة في كل period يعني في كل new period تعمل كده ده يبقى similar مع ال properties هنا وهكذا ماشي كده طيب خلصنا ال variant questions دي وهنبدأ في times هنعمل لها بس هنعمل لها فيديو الواحد وان شاء الله هي دي الاسئلة اللي هنحلها برضو لو عندوكو اي اراءة تانية اكتبوها لي واي اسئلة صعبة قلنا هنجمعها ونكتبها واعمل لها فيديو خاص بالتوفيق